بسم الله الرحمن الرحيم. ازا عليكم شباب. خطر من كلاب فا有一番 علي خos. انا rolk tamp 18 ساهر كلاب اكمازاتций ب HIMA yاتفكار واللهких و northern items. ام تحدث انا بقيت اول.. ال 두ante. بعد كدا اتكلمنا على 처럼 الم karena يحدث انا من الال труд يمكنك التغلبين على dari الان كلها الان. النهاردة بقى ان شاء الله نتكلم بقى مرة فا حسنا بالتحدث مع بعضا ايتكلم بعملها حاجة اسمها النيرف ترونك. النيرف ترونك اللي هي بالمعنى العرب بتانى كده او بالعرب اسمها الحزمة العصبية. تمام كده شباب? فهي حبارة عن ايه او ايه تعريف بتاع النيرف ترونك? والله هو عبارة عن شوية نيرف فايبرز حيوقفوا جنب بعض طبعا متواجدين. يبتد ان هم يتجمعوا في حزم حزم صغيرة بعد كده حزمة جنب حزمة جنب حزمة يعمل لك الحزمة اختبارة خالص. تمام يا شباب? تمام. يبقى هو عبارة عن يعني بتجمعها في حزم صغيرة. تمام كده يا شباب? تمام. طب احنا عايزين نجوا كده من اول خلية حد ما وصلنا للنيرف ترونك. قال لك تعال معايا سيج بقى واحدة واحدة كده. قال لك والله احنا كان عندنا نيرف سيل وفيها الاجزون. تمام كده? الاجزون ده يا جماعة تحوض بايه? بشوانسل. اه الكلام ده لو في البي ان اس. شوانسل. طبعا الشوانسل كوينت لك او بالأوليجودونترايت السينس. فكوينت لك برضو بس احنا بنتكلم هنا في البي ان اس. كمام كده? يبقى اجزون زاد شوانسل اللي هتكون لك الميلين شيز وميروليم الشيز تعمل لك حاجة اسمها ايه? النيرف فايبر اللي احنا خدناها النوبل اللي فيها. قال لك تجي النيرف فايبر بقى تتغلف من برد. تتغلف كده لفة هدايا حلوة. تتغلف بايه? لفة الهدايا بتاع الفايبر اسمها الاندو نيوريام. اندو نيوريام. طب الاندو نيوريام دي عبارة عن ايه? قال لك عبارة عن تين ليير اوف ريتيكولر فايبر. يبقى تاني يا شباب. انا جبت النيرف سيل رفت على على بتاعاتها. رفت جايب شوان سيل كذا شوان سيل كده. وروحنا مكونين ميلين شيز ونيورو لما لشيز. حلوة كده. جهزنا الفايبر. بعد كده الفايبر محتاج ان انا اغلبه. قال لك اغلبه لي عملك حاجة اسمها الاندو نيوريام. ولا في كده اسمه الاندو ايه? الاندو نيوريام. الاندو نيوريام ده عبارة عن ايه? قال لك عبارة عن تين ليير اوف ريتيكولر فايبر. حلوة اول. قال لك بعد كده بدأنا عملنا الكلم ده في كزا فايبر مع بعض وغلفناهم باندو نيوريام. كل فايبر غلفنا باندو نيوريام. تمام كده? بعد جبنا جبنا فايبر جنب جنب فايبر جنب فايبر جنب فايبر وعملنا حاجة اسمها ايه اسمها باندل باندل يعني ايه يعني حزمة حزمة صغيرة كمامك يا شباب كمان وروحنا راحين على الباندل هي كمان ومغلفينها ببلفة هدايا هي كمان طب لفة الهدايا بتاعت الباندل اسمها ايه قالك اسمها البرين يوريام اسمها ايه اسمها برين يوريام طب البرين يوريام عبارة عن ايه قالك والله هي عبارة عن في لاتيند ابيتلايت في Latin يبقى هي عبارة عن الخلايا بتاعتها خلايا مبططة تشبه خلايا كلمة يعني شبه خلايا مش ابسيليم هي عبارة عن بس الخلايا بتاعت دي شبه خلايا تمام كده شبهها بس والخلايا دي طبعا مسكة بيقولك ان انا مسكة مع بعضها عند الحواف بتاعي طب ايه وظيفة البرين يوريان بالنسبة للباندل؟ قالك وظيفته حاجتين اول حاجة انها يعني هي بتشتغل كحاجز ضد اي مكرو مولوكيولز كبيرة متعبهاش ثاني حاجة انها بتدافع وبتحني النيرفا فايبرز داخل الحزمة حلو اول طب دلوقتي انا كونت باندل قالك انا عملت بتاع خمس ست باندلز كده قالك بقى حتتروح جايب الباندل الاولى جنب الباندل التانية جنب الباندل التالتة جنب الباندل الرابعة وتحطوهم جنب بعض لما تحطوهم جنب بعض وتلفوهم بلفة هداية تالتة اسمها ابنيوريام تعمل حاجة اسمها النيرف ترانك اللي هو الحزمة العصبية الكبيرة تمام اللي احنا بنتكلم عنها نهاردة تمام كده يا شباب يبقى احنا عندنا ثلاث لفات هداية هنقول الحكاية من اول تانى انا ازاك تحقصها كده اجزل يجع عليها شوان سيل تكون لك الميلين والنيوروليمة تعمل حاجة اسمها الفايبر اللي اخدناها النوبال اللي فاته الفايبر تتلفف لفة هداية اسمها الاندونيوريام عبارة عن بعد كده اخد الفايبر جنب فايبر جنب فايبر اللي متغلفين بالاندونيوريام الفايبر جنب جنب بعض والفهم بلفة هداية تانية اسمها البرينيوريام ودي عبارة عن خلية بتاعتها ابيسيلويد مسكة مع بعضها بطايت جنكر ووظيفتها اتنين البرينيوريام حشان هتجيلك في الام سي كيو كتير جدا الاندونيوريام والبرينيوريام والابينيوريام بييجوا بلغباتهم والناس بتنساها انا عادة تحفظهم بالترتيب كده البرينيوريام ووظيفتها حاجتين وبرينيوريام مثلا بنضل جنب بنضل جنب بنضل الألف كهم بلفة هداية تالتة اسمها ابي نيوريام ويكون جدد منهاuszها ابي نيوريام في عبارة عن إنه قالت عبارة عن كathy Passion switch الي لفته الهداية التانية والمكن الي ترو Bes bore سيتجيلك به الطبيب BNU وخلاء بها د Ifn والخلاف تحتها ومسكبتاية جنكشن. ده اللي بيميس عن تعمم كده يا شباب? انما دي الاكسترنال الشيس اللي برة خالص لفحة الهدايا اللي برة خالص. تمام كده يا شباب? كمان. تقطع لن راجع نفس الكلام هنا كده. ادي دي صورة ليه. تمام كده يا شباب? تمام. ادي ده بيقول لك الميلينيت الأكزون اهي. الطبعا النقطة اللي في النص ده بيمثل الأكزون بالميلين الشيس اللي عليه. شايفين انتو الدائرة بقى اللي حواليها الصغيرة دي. دي اللي بتمثل ايه? بتمثل اللي هي لفة الهدايا الاول. حلو او. فكونت حاجة اسمها الفايبر. تمام? فايبر بقى جنب فايبر جنب فايبر جنب فايبر جنب فايبر جنب فايبر. كونولك البندل الكبيرة دي الكبيرة نسبيا دي. تمام? ودي بندل. ودي بندل. طبع البندل دي متحوضة بيقالك شايف انت اللفة الهدايا ده ايه? لفت الهدايا دي. لفت الهدايا دي. اهي. دي اسمها ايه? قالك دي لفت الهدايا التانية اسمها البرينيوريام. ودي اسمها باندل. طبعاっ طبعا بالنسبة للن upper tract انني اقول الفا Mafer نحن ع warned وكنا مقسمون قابل كده على حسب على حسب هل هي سنسروي فايبرز ويقول عاليا أفيرانت ولا موتور فايبرز روبقال عليا إفيرانت قال لك النيرب ترانك نين أثنين تهيه السنسروي فايبرز اللي هي بتشتغل كأفيرانت أفيرانت أسف أفيرانت يعني ايه يعني بتاخد أو الستمولايت توديه لسي إنس كمام كده يبقى دي كمام كده تمام إنما الموته وكمام فيها موتور فايبرز اللي بنقول عليه. طب الافترانت بيعمل ايه? قالك ده بياخد من السينس. يبقى فروم السينس. تمام كده شباب? تمام. يبقى ايه? يبقى عشان كده بقول عليه يعني ايه يعني فيه الاتنين. مخلط الاتنين على بعض. الافترانت والافترانت. يعني الواحد عنده اللي تود للسينس وعنده برضه اللي تديد من السينس. يبقى هو كده بيقوم بالمهمة كاملة. بيودي وبيجيب. تمام كده يا شباب? تمام. حلو او. طب تعالى هنراجع نفس الكلام ده التاني. بس على صور بقى جميلة جدا. ان شاء الله ستثبت لك المعلومة. تعالى الصورة الاولانين. ادي شايفين يا شباب صورة مفصلة تماما. ادي عندنا. ادي الروفية خلص ده الاجزن هو مشاور لك عليه. ادي ده الاجزن. الاجزن جات عليه شوانسل كونة المايلينشيس والنيورو الاملشيت. حلو او اللي باللون اللازلاء ده. بعد كده جات رحنا نغلفينها بدأ اول لفة هدايا. اللي هي ايه? اللي هي باللون الاصفر ده. تمام? اللي اسمها ايه؟ اسمها الاندو يوريام. زي ما انتفقنا ده عبارة عن ايه؟ حلو او. بعد كده جيبنا بقى الجداء جaid جدان جنب بعضها وروح لعملها جميع calm بعضها ولفنا بلفة هدايا تاني اللي هي دي. لفة الهدايا دي اسمها ايه؟ اسمها البرين يوريام. دي ما اتفقنا. دي عبارة عن ايه? عبارة عن جينس كونيكتيك تشو. الخلايا بتاعتها مسكة مع بعض. ووظيفيتها حاجتين. انها باريير اجين استلمار في الموليكيول. وكمان اللي جوه دي. اللي باللون لصفة. حلوة او. طب بعد كده ادي باندل اولى. و ادي باندل تانية. و ادي باندل تالتة. و ادي باندل رابعة. واحنا لفينهم كلهم. حاطينهم كلهم مع بعض. وروحنا لفينهم بلفة هدايا كده اكسترنال منبرة جبيرة جدا. اسمها ايه? اسمها الابنيوريام. فبعبارة عن ايه? كلمة يا شباب? تمام. ونفس الكلام بينطبق عليهم ادي فايبر ملفوفة للون الازرق ده ده كده الابنيوريام. بعد كده ادي اه اا 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 او ااسف الاندل اندل اندل اه ادي اللي هي باللون الرصاصي دي. تمام? بعد كده اللي باللون الازرق دي. دي عبارة عن ايه? عبارة عن البريينيوريام. بعد كده ادي باندل ودي باندل ودي باندل كزا باندل مع بعض كده اروح اللاففكم مع بعض رفه جمبره. واللي υχاللjuk الاحمر ده عبارة عن. يبقى سواء الرسمة دي او الرسمة دي. هتفهما بكل حاجة. حسنا ك يا شباب? تمام. بعد كده المعلومة الاخيرة ده ما اتفقنا. ده طبعا دي مطرف الخورد. يعني ده عبارة ان aw pionicorde اللي بيمثل السينيز. حسنا كثير شباب. و قدي ده عبارة ايه ده عبارة عن تمام كده? كده يا شباب لقينا ان فيه فايبرز اللي وغدا مؤديه لسي نس اللي هو الاتجاه ده يبقى ده يبقى ده بيمثل ايه? ده بيمثل تمام? تمام. وعندنا الاتجاه التاني اللي هو ده اللي بياخد من سي نس بياخد من سي نس يبقى ده بياخد فروم السي نس يبقى ده بقول عليه ايه? بقول عليه افيرانز. طب يبقى بما ان في افيرانز وفي افيرانز يبقى بقول على ان هو ميكسد نيربيس. تمام كده? مختلط فيه الاتنين مع بعض. تمام كده يا شباب? تمام. وكده يبقى احنا خلصنا كلامنا على افيرانز. كلام بسيط وسهل لو انت حصصتو او دخلتو دماغك مترتب. تمام كده يا شباب? تمام. حلو او يبقى احنا كده خلصنا ايه? خلصنا افيرانز. النهار ده برضا ان شاء الله هنقض حاجة اسمها النيرب جانجليا. تقريرين كنتان لك قبل كده ان النيرب جانجليا دي عبارة عن ايه? عبارة عن تجمعات كده او عقد اا عصبية. يعني ايه بقى عقد عصبية? قالك والله تعريب او الدفنشن بتاع الجانجليا هي عبارة عن ايه? قالك عبارة عن تجمعات من والله السيل بوديس كده باد琉 يجمعهم مع بعض كزا واحدة يقفوا مع بعض. بقوا عاملين شبه العقدة لبرا السينيس. يبقى يبقى هي بتاعها لو قلت لك قل للنيرف الجانجلة. هتقول لي هي عبارة والله عن او حلوة. طب هي شكلها عاملة ازاي? قال لك والله شبه العقدة اللي احنا عارفها. تبقى عبارة عن حاجة كده بيضاوية متحوطة بيكون انك تفتشوا كابسول. تمام بتحتوع على زائد يعني بتحتوع على النوعين بتوع النيرف. تمام يا شباب? تمام حلوة. خلي بالك انها بتحتوع على ايه يا عبارة عن او حلوة. زائد جليل سلز يعني فيها جليل سلز برضى عشان لما تجيلك في الامسي كيور. وتحطب كونكتب تشو كابسول وشكلها او 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 يعني بقي ضاوة. حلوة. طب الطايفس بتاعتها بقى قال لك والله بتبتزن ان انت تقاس من النيرف جانجلية على حسب برضو النيرف امبال. هل انت موديها للسي ان اس ولا جايبها من السي ان اس. قال لك والله لو انت واخيتها. يبقى ساعتها بقول عليها. او لها اسم تان اسمها سينسوري جانجلية. انت عارفين ان اي كلمة سينسوري معنى كده ان انت بتاخد الحاج توديها للسي ان اس. تمام كده شباب? تمام. طب ليه سميتها تعود على اللي موجود في الكرينية الكافيتي. و تعود على اللي هو الحبل الشوك. اللي هو مكونات السي ان اس يعني. تمام كده? تمام? قال لك ساعتها في الحالة دي او في الجانجلية دي. سنتقل من الجانجلية للسيغانية اهما نحية الصقار سبسا تركتها منتخبر سميها اسمها كرينيوسباينال يستقبل القيام في ادريك见 قريمها ويستقبل القيام فيها لفاكي في التواصل يعني في طريقه الأعصاب السيغانية ساعتها بقول عليها كريميالجانجلي والجانجلي الى تقبل اللى يكون مهم في النطاة او او هاي العصاب لأن اسماعات ساعتها مثل على الحالة نحن نعم في الجانجلية الكراني الجانجلي وال eclipse الجانجلي يتوضي عليه البران ما نطبع cuanto نطبع عبودنا نطبعه ؟ كما اسمناها الثkenة ؟ او او اnisse اخذ من السينس لن لا اotta للسنس ربقاني او السيونس ربقاني ستوضي pronounced cranial ganglia ربقاني ستوضي المث spiral ganglia كما تعلمki يصبح tourism يعني في سكة كده تلاقي في سكة العصاب اللي راح على المخ في الطريق كده بتلاقي بالنسبة للسبينا الجانجليا. طب بالنسبة للسبينا الجانجليا موجودة في الدورز الروت وفي الدورز الروت طبعا انتو خدتو الدورز الروت والكلام ده كله. طب انتو مفتوضة عرفين من الفيسيولوجي. طب دلوقتي خلاص ماشي. بدي التأسيمة الاولاني اللي هي. طب احنا عايزين بقى جايبة من الجانجليا. قال لك دي ساعتها بقول عليها او بقول عليها الموتور جانجليا. تمام? الموتور جانجليا بيقولك ان اهم كلمة. تمام كده? طب هي ايه? قال لك ليه بقول عليها اوتنومي. كلمة اوتنوميك يا شباب يعني عارفين انتو الارادية ولا ارادية? فاتين انتو لما كنا بقول على عضلات عضلات ارادية وعضلات لا ارادية. كلمة لا ارادية او اي حاجة لا ارادية في الجسم بقول عليها اوتنوميك. اوتنوميك يعني ارادة او غير ذاتي. الانسان ما بيعرفش يتحكم فيه. فالجانجليا دي بقى عشكيا بقول عليها اوتنوميك. قال لك زي ار موتور او خاصة بالفصرة. الفصرة دي يا شباب اللي هي الاحشاء. المعدة وكل الحاجات اللي موجودة في البطر. كل الحاجات اللي انت ما تقدرش يتحكم بها. محدش بيقدر يتحكم مثلا في حركة المريه. محدش بيقدر يتحكم في حركة العمعاء الضفوفة والعمعاء الغاليس. محدش بيقدر يتحكم فيه المعدة. فاذا الحاجات دي كلها بقول عليها البصرة. الاحشاء اللي موجودة في البطر. فبيقول لك اللي الجانجليا دي بيكون ار موتور او بصرة يعني ما ثبتها انها بتودن للمناطق دي. فبما ان انت ما بتتحكمش في المناطق دي. فاذا الجانجليا دي بتكون اوتنوميك فعلا يعني غير ارادية او موتور. تمام نير بسيستم الاقي نير بسيستم الاكتنومة الばいنس هتقدم انشاء الله. الاكتنومة الاي انس ده والاكتنومة النير بسيستم اللي هو الجهازة العصب الغير ذاتي او اللي انت لا يرادية انت تقدرش اتحكم فيه. ده عندنا منه وبنقسمه الى حكتين. سينباساتك اللي هو السمباساوي و بارا سBooks يبقى بارا ويه تمام كده. ده. تمام ف topping dag s تقسمي إلى سيمباساتيك جانجليا وبارا سيمباساتيك جانجليا خذ بالك بقى أنه ان شاء الله لما تاخدو في الترمي التاني إن شاء الله في الفور ما هتعرف أن السيمباساتيك ده البارا سيمباساتيك ده بييروح برضو بالخصصφο بصصف explic Stay auf color الذي يصبح بالخصص amigo واللذي يقوم الحركة المعد 1970 والذي يعمل الحركة المريخ كل ده للمسؤول عنه البراثsi فعجان جده سيمباساتيك أو العقد الجانجليا بتاعت الباراسي مبساتيك بتكون موجودة في الجدران بتاعت الورجنز بتاعت الفيسترا يعني تلاقيه مسلا في جدران الامعات تلاقيه في جدران المعدة وهكذا يبقى دي بقول عليها يعني ايه كلمة جدار جدار يعني ميورال فانترا انترا ميورال يعني ايه بقى انترا ميورال يعني داخل الجدار بتاع الورجن نفسه فعشان كده الباراسي مبساتيك لها اسم تاني بقول عليها الانترا ميورال جانجليا الانترا ميورال جانجليا قالك دي عبارة عن جانجلية في الجودة في الجهاز الغضب فموجودة في الفصرة او في الاحشاء او في الجهاز الغضب تمام ايه؟ طب هي عبارة عن هاي؟ قالت عبارة عن ستالات سيلز ستالات سيلز ستالات سيل دي يا شباب هي خلايا بتحوط السل بوظيفته انها تصبورت ات هناخده بقرنة بين الكرينيوس باينال جانجلية والسنباسات الجانجلية دلوقتي تمامك يا شباب؟ تمام. بعد كده الانتراميورال برضو الخلايا بتاعتها supported by the stroma of the organs. يعني طبعا احنا عارفين ان معظم الارجنز اللي في الفترة بيبقى حواليها او فيها في تركيب بتاعها او في ال structure بتاعها ببقى فيه حاجة اسمها stroma. stroma دي اللي هي الارضية بتاعت الارجن. فبيقولك ان الانتراميورال بتبقى متحوطة او الخلايا بتاعتها بتكون supported مدعمة او محمية باللسترامة بتاعت الارجن نفسه لانها موجودة في الجدرر نفسه. فهل هي محتاجة connective tissue capsule عشان تحميها? قالك لا. عشان كده الانتراميورال او البرس المساتك آآ جانجليا ما فيهاش ايه? ما فيهاش connective tissue capsule. على عكس مين? على عكس الجانجليا بصفة عمل اللي بيبقى فيها connective tissue capsule عشان يحميها. تمام كده يا شباب? تمام. يبقى ازهن. كلام تاني. يعني ايه نيرف جانجلي يا شباب? او او اتصائد طب هي نيرف سيل بس. قلت لها نيرف سيل. تمام كده? تمام. طب شكلها عمل ازاي? تمام? متحوطة بتنية tissue capsule عموما. تمام? تمام. بعد كده اسمناها على حسب الانبوس. ولا جايبة من السينيس? لو اسمناها واسمناها هي كمان هي واخذة للبرين ولا واخذة للجانجليا موجودة في طريق الكرينيال نيرفوس. طب لو واخذة للسينيس موجودة في الدورزة الروط بتاع نيرفوس. كده? تمام. طب بالنسبة للموتور قالك ده يا استبيعيبza من السينيس. طيب جايبة من السينيس موجودة فين? اه shock انحنا عندنا وال maison الله هي عموما بتتحكم في الفصرة اللي هي الاحشاء. قالك احنا عندنا السنبستديك وبرز البرز ما اسم نفسك انتراميوري يعني موجودة في الجدران او في الول بتاعت الشهاي تي وزي ما اتفعنا حواليها يعني طبقة غير كمينة من الساتليل وكمان هي مش متحوطة لانها اصلا مش محتاجة لانها محمية او بتاعت الارجنز اللي هي موجودة في الجدران بتاعتها. تمامك يا شباب? تمام. حلوة او. طف على ان ننتل بها على ان صارنا الاهم والمهمة جدا في العمل وفي النظر. هتخدمك جدا. فلازم ان تحفظها كوي. احنا زي ما تقفنا قسمناها الى حاجتين الجانجلة. عنا عندنا حاجة اسمها الكرينيو سباينا الجانجلة. وعنا عندنا حاجة اسمها الاوتونومي الجانجلة. واللي قلنا عليها. هناخدوا مثال احنا عندنا قلنا الاوتونومي الجانجلة. في منها مثالين? سمباسات الجانجلة وبارة سمباسات الجانجلة. فهناخدوا مثال اللي هي سمباسات الجانجلة. تمام كده? تمام. يعني لو قلت لك سمباسات الجانجلة او طبها الاوتونومي الجانجلة. تمام هي هي. لان دي مثال من من امثلة الاوتونومي. وهنا برضو الكرينيو سباينا ممكن اقول لك سباينا الجانجلة بس. لان احنا فقط لن أخبرنا هنا الكرينية الجانجليا والسباينا الجانجليا, والس BLK كمام تمام تعرف بقىت النقطة come in there تبيعونا باقارن في عندنا كثا وكارنا كده أول شي التعلي متحدث إلي كيد ping بالله بالنسبة للكون بالنسبة لل BEp قابلت ذلك هيält جغال في الحجم بيوصل حجمها مية وعشرين مايكرو مايكرون خدلك من الواحدة, مية وعشرين مايكرون إنما السيمب Harvey's hymνη حجمها صغية عشرين نانو elastic شباب اللي هي الوحدة اللي تحت المايكرون. كمام كده? الوحدة الاصغر من الماكرو. تخيل فرق الحجم. فرق حجمه رهيب. دي مية وعشرين مايكرون. انما دي عشرين نانو. كمام كده? تمام. قال لك بالنسبة للمنبر انتشارها او عادتها في الجسم. قال لك الكرينوس باينال الجنجلة مش كتير. عادتهم صغيرة. انما السمسات الجنجلة موجودين نوميرور في شكل كبير جدا. تمام. طيب بالنسبة السينافسس. السينافسس يا شباب اللي هو التشابك العصب. تشابك العصب اللي بيربط بين النيروس وبعضها. تمام? الخلايا وبعضها. قال لك في الكرينوس باينال الجنجلة مفيش سينافسس. مش موجودة. انما في السمسات الجنجلة لا دي موجودة وموجودة كتير جدا. وانا افضوها ان شاء الله في الفيديو الجاي. طب بالنسبة للكابسول. قال لك هنا الكابسول بتكون تكت وبولي باسكولر. يعني هنا الكابسول بتكون انتخنة جدا. ومعندهاش بلاد كثيرة. انما عالعكس السيوسات الجنجلة. الكنكتب Bare��� او الإن تراميورات ما عندهاش ما عندهاش لكنكابسول يبقى يزا كده الكيروينيوس باين الذين عندها تيك بورلي باسكولر كابسول السمبستك عنده عليك string البرا سمبستك نو كنكتلي تيش robbery تمام قدنا كده شباب؟ تمام بعد كده بالنسبة الخلاية من بوض تحرك يت goddamn يعني جمعات كده من الخلاية قالك بالنسبة للترتيبها بقى هي وقفة ازاي؟ قالك انا بكون وقفة Shit صحاب كده تلاقي كل شيئ لقى Covid مع بعض زي في الصورة اللي تحت كده. ادي شيلة. وادي شيلة تانية. وادي شيلة تالتة. وادي شيلة رابعة. وادي شيلة خمسة. يبقى ايزا هي متباتبة في شكل مجموعات كده. كل مجموعة واقفة في يم. تمام? انما السيمباسات الجنجية فقالك النيربي سيل بوديز. قالك بتكون اسكترد. اسكترد يعني يعني مباصرة ايه كل واحدة واقفة الواحدة. شايفين? مش مجموعات ولا اي حاجة. تمام كده يا شباب? طيب قالك. طيب بالنسبة للنيربي سيل ذيل كما قسمينtag في أنت منك SL تعلقا على البروسيسز. straight up paper 1.1.3.1.4. To do in to two branches. one branch with the other. connect as a dent food. طيب النسبة او سيمباساتيك برضو كنا اخذنا في المالتي بولر والمالتي بولر كنا نقسمينا على حسب الشكل بلوجونال ولا بيريورم ولا براميديا تعمل كده يا شباب؟ كمان طب بالنسبة للنيرفي فايبرد قالك النيرفي فايبرد هل هي هل هي ميلينيتد؟ ولا نام ميلينيتد قالك والله بالنسبة للكالينوس فينال جانجلة هي يعني حواليها طبقة كبيرة او ساميكة من الميلين شيز انما سيمباساتي جانجلة بتكون تنلي ميلينيتد يعني فيتلاقي شوية كده طبقة رفيعة جدا. يا اما ما فيش طبقة ماينين خالص. اه 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 تمام كده يا شمال? تمام. طب بالنسبة للإستطالية سيل اللي انا لسه اقل لك من شوية انها بتحاوط الخلية عشان تصبورتت. قال لك استطالية سيل دي بتكون في الكرين سباينال جانجليا بتكون طبقة كاملة. بتحاوط محاوطة الخلية من كل ناحية. تمام? انما في الاوتوناومي الجانجليا او سيباكات الجانجليا قال لك بتبقى يعني مش كاملة. يا شوية خلايا بس بيحوطها مثلا من اي يم. انما مش بيحوطها من جميع النواح. تمام كده يا شباب? تمام. طب بالنسبة للسيل بودي بقى نفسه. قال لك مش احنا وغدين ان ان السيل بودي ده ممكن يختلف في الحجم. آآ آآ ممكن يختلف في الحجم وفي الشكل. وكنا وغدين ان اي بريكاريون النيرب كانجيا او النيرب سيل اسيت. النيرب سيل احنا نتبين انها اكتف سيل. فاي بريكاريون او السيل بودي بتاحها هيكون مواصفاته ازاي. قال لك واخديكproveorth Annie. هنا كلم ينزل يوهم بحاجة.ان الشكل اللاتين بياجمعه حاجة. هنا المركز central هنا اكسنترك meets incentric. يعني ده central في المركز. بالضبط ده جنب المركز بشوية. طب اللاتين بياجمعهم حاجة. كلك الان انتين عندهم النوريوب. والانتين النوريوب متعتهم large with وهي كرومتين و بروميونتيوكلولات يعني هذه نيرباسيل والاتنين نيربياسيل الاثنين لجم Szقم في رايبوسومات بكمية كبيرة وتكون مشكلة يعني واحدية تكون مفهرات między فير gåام وجهد ممكن أن يمتحوين من النصال أنها يفعل بفرما ب hade transaction الأسسار وكريوما يتم إنجابنا بريبوسومات بكميات كبيرة الأثنين متشابهين في الخصائص ولكنهم مختلفون في الشكل حدية المكان. بتاعة 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 بتكون آآ 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 نيوك بس طمانت جي يا شباب? تمام. حلو واو. دلوتي يباحنا كده خلاصنا ايه? خلاصنا المقارنة المهمة جدا. بس لازمان راجع عليها من الصور جدا. الصور دي لازم تكون تفهمينها واو. فتعالا دلوتي كده هنآآ هنكبر على الصور دي عشان نشوفها كويس. تمام. تمام. تعالوا نبص بقى نراجع الكلام مع بعض اي تاني. تعالوا نراجع الحاجات المهمة جدا. بص يا شباب. هنا اول فرق انت تشوفوا ايه? قال لي والله هنا الخلايا نفسها. الخلايا هنا جروب. يعني مترتبة في جروب. آآ جروب في مجموعات. انما هنا سكتر. ده اول حاج. هنا الخلايا رويندد. تمام. انما هنا الخلايا ايه? ستار شيد. آآ شكل النيوكلاس اس. تمام. هنا بالنسبة لشكل الخلايا هنا سوديونيبولر. كبولر. تمام كده. بالنسبة ليه الميليون شيز. شايفين انت الميليون شيز اللي نحي ب Pompe Pier questa building? ده هنا تيك ميليون شيز. لما هنا شيء رفيع خالص خالص تمام 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 تم النيوكراس ثلاثة يعرفنا النيوكراس ما تشبهها في الاتنين. اذا استطلاعات سل. استطلاعات سل مهمة برضو. تعال بذا انا اكبر لكم اكتر عشان ايه? شوفوا استطلاعات سل. شايفين انتو يا شباب? شايفين انتو النقط الزرق اللي حوالين كل خلية? دي عبارة عن كومبيليت لير اوف استطلاعات سل في الكرينوز بان الجنج لا فعلا محوطة الخلية من جميع النواح. انما هنا شايفين هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة النما اليمة دي ما فعاش. انكم بليت لير اوف الساطلاعات سل. كده يا شباب? تمام. كده عرفنا ان الصورة دي ممكن تحفظك 3 4 5 6 اوجه من المقارنة بتاع الطوق دي. كده يا شباب? تمام. كده الحمد الله احنا كده خلصنا النيرف ترانك والنيرف جانجليا. ان شاء الله الفيديو الجاي ناخد ده ايه? ناخد السينابسيز. بالتوفي ان شاء الله شباب ربنا وطاكم ورحمة.